لم تخرج عمليات حزب الله اللبناني في الجنوب والرد الإسرائيلي عليها عن قواعد الاشتباك المعمول بها بين الطرفين منذ حرب تموز على لبنان عام 2006. هجمات منسقة ومنخفضة القوة تشارك فيها فصائل فلسطينية من داخل لبنان يتحكم حزب الله بإدارتها وتوقيتها ومستواها بشكل لا يدفع الجيش الإسرائيلي إلى تصعيد عملياته ضد لبنان بما يعزز قواعد الاشتباك دون أن يؤدي ذلك إلى تغييرها بالكامل. فمنذ بدء حركة حماس طفان الأقصى لم تهدأ جبهة الجنوب اللبناني أو ما تطلق عليها إسرائيل الجبهة الشمالية فيتشهد بشكل يومي قصفا متبادلا تصاعد في اليومين الماضيين مع استهداف الجيش الإسرائيلي مستشفى بلدة ميس الجبل الحدودية وإعلانه عن تسلل ثلاث مسيرات من لبنان في مقابل إعلان حزب الله الذي نعى سبعة من عناصره دفعة واحدة استهداف تجمع لجنود إسرائيليين قرب موقع العاصي العسكرية. هذه المناوشات بين حزب الله وإسرائيل ليس من المتوقع أن تؤثر على مسار هجوم الاحتلال الدامي والمتواصل منذ أكثر من شهر على قطاع غزة وهي لا تخرج عن كونها عملية إسناد حذر ومدروس لا تؤدي إلى تجاوز الخطوط الحمراء الإسرائيلية وهي أشبه بعملية إلهاء تعوق تركيزة الأبيب لكامل قوتها في الجبهة الجنوبية عبر إبقائها على حالة التأهب شمالا ما يخفف الضغط نسبيا عن فصائل المقاومة في غزة معادلة وإن كانت ضمن حدود قواعد الاشتباك لكنها تعكس استعداد جبهة الجنوب اللبناني للانخراط في حرب غزة إذا مقتدت مجريات الأحداث وحسابات أطراف الصراع هنا لابد من التقاط رسائل تهران التي يعتقد على نطق واسع أنها تسيطر على قرار الحزب يقول وزير خارجيتها أمير عبداللهيان إن توسيع نطاق الحرب بات أمرا لما فر منه لكن الطرف الإيراني دأب منذ بدء الحرب على تصعيد لهجته الكلامية ضد إسرائيل دون أن يطرأ تغيير في الميدان أما بالنسبة لحزب الله فإن الخيار دخول الحرب ينطوي على مخاطر كبيرة وعواقب كارثية على بلد يعاني انهيارا غير مسبوق ندر علوش تيرة عربي